أكثر من نصف قرن واليمنيون فيما يشبه اتيها بحثا عن أهداف ثورتهم التي شهدها مساء الخميس السادس والعشرين من سبتمبر 1962 في محاولة للإنعتاق من حكم الإمامة والاستبداد الذي استمر في حكم أجزاء واسعة من البلاد لأكثر من عشرة قرون كانت الأمراض والعوبئة والفقر والجهل والخوف والقهر الحاكم الرئيس للبلاد في ظل النظام لا يعترف بالعدالة والمساواة ويقوم على أساس طبقي صنف المجتمع لطبقات جميعها تصب لخدمة النظام الإمامي الطبقي لم تكن سبتمبر ترفا بل كانت استجابة لفكرة الحرية والعدالة والمساواة ومثلت أهداف الثورة الستة دستورا يكشف مدى المعاناة التي رزح تحتها اليمنيون طويلة كانت ثورة سبتمبر الحدث الأبرز في المنطقة القابعة تحت سطوة الأنظمة الملكية لذلك لم يكن مرحبا بها ولعب القدر لعبته لصالح أحرار سبتمبر عندما قرر الزعيم جمال عبد الناصر مد يد العون للثورة الفتية والثوار اليمنيين في معركة مواجهة الرجعية التي وقفت في صف أسرة حميد الدين وحشدت إلى جانبهم كل مرتزقة العالم في محاولة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وهو ما لم يسمح اليمنيون بحدوثه وقدموا لأجله الغالية والنفيس لم تنتهي جولة الصراع بين الجمهورية والإمامة وإن بدت عكس ذلك ولم تتوقف الثورة ومثلها أحلام أنصار الكهنوت بالعودة لمواقعهم في حكم البلاد وشاءت سخرية القدر أن يعودوا من أوسع الأبواب التي هيأها لهم الرئيس المخلوع بعد أن كنسته ثورة فبراير الخالدة فوفر لهم الدعم اللوجستي والمادي وبعد 53 عاما كان القصر الجمهوري قد خلع رداء الجمهورية وعاد إليه أحفاد الإمامة منذ أكثر من ثلاثة أعوام يقاتل اليمنيون للخلاص من الإمامة الجديدة التي تمارس نفس سلوك سابقتها من إرهاب وقتل وتشريد وتفجير للمنازل ومصادرة للحريات وإن كانت المعركة هذه المرة أكثر شراسة إلا أنها معركة من أجل المستقبل وخسارتها تعني الحكم بالإعدام الجماعي لليمن خلال ثلاثة أعوام أعادت الميليشيا لذكرى ثورة سبتمبر كامل ألقها ومثلت أفضل محفز للاحتفاء بالثورة واستحضارها بعد عقود من التغييب فمرتكبته الميليشيا من جرائم كشفت الكثير من الأقنعة الإمامية التي كان الحوثيون يتخفون خلفها وما زالت مستمرة في معركتها ضد سبتمبر الأم باستنساخ انقلاب لا يشبه الثورة الأصل بل على العكس يريد الإنقضاض عليها وهو مالا يسمح به اليمنيون على الإطلاق اشتركوا في القناة